بارك يا رب فصل شريف من بشارة القديس يحنى الإنجلي البشير بركاته تكون مع جميعنا أمين في ذلك الزمان وقبل أن ينتقل يسوع من هذا العالم إلى أبيه قال لتلاميذه إذا كنتم تحبوني حفظتم وصياي وأنا أسأل الآب فيهد لكم مؤيدا آخر يكون معكم للأبد روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يتلقاه لأنه لا يرى ولا يعرف أما أنتم فتعلمون أنه يقيم عندكم ويكون فيكم لن أدعكم يتام فإني أرجع إليكم بعد قليل لن يراني العالم أما أنتم فسترونني لأنني حي ولأنكم أنتم أيضا ستحيون إنكم في ذلك اليوم تعرفون أنني في أبي وأنكم فيا وأني في أبي من تلقى وصياي وحفظها فذاك الذي يحبني والذي يحبني يحبه أبي وأنا أيضا أحبه فأظهر له نفسي حقا أهلا وسهلا بكم أيها الأخوة الأحباء في هذا الأسبوع السادس من زمن الفصح المجيد المسيح قام كل سنة وأنتم طيبين نجيلي النهاردة بيتكلم عن الروح الأدس والأسبوع الجاي لا هنحتفل بالصعود الأسبوع الجاي الأسبوع اللي بعده هنحتفل بعيد نزول الروح الأدس عيد نزول الروح الأدس بيبقى تكملة الزمن الفصحي كمال الفصح في نوال الروح الأدس وشكده نهاردة القديس يوحنا من خلال المقطع الإنجيلي بتاعه بيكلمنا شوية عن الروح الأدس عايزين نشوف بقى بيقول إيه ونمشي معاه شوية بشوية تمنى أن ربنا يسبقني ويساعدكم ويأخذ في قلوبكم الكلمة اللي عايز يسبها لك اللي أنت محتاجها قد أكون اللي أنا بقوله مفيد أو مش مفيد مش دي المشكلة لكن الأكتر إفادة هو أن رب يسبقني ويجهزك لسمع كلمة هو عايز يقول هذا فبيبتدي الإنجيل بيقول قبل ما يروح يسوع لأبوه يعني كان يوم خميس العهد قاعد مع تلاميذه في العلية ويتجهزوا للعشاء الأخير كانوا فاهمين أنه حيسابهم ويحبوا لوحدهم من غيره هو هيروح يخش في أعلامه فقبل ما يسيبهم بيقول لهم زي وصية أي واحد كبر في السن قبل ما يروح السماء كده ويحس بكده يجمع عياله حواليه ويبتدي يقول لهم وصية يا ابني أنت تعمل كذا 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 أنت خلي بالك كذا على عيالك يا بنتي أنت أعملي كذا لا أعرف لو عشتوا هذه الخبرة حد بابا قال له حاجة قبل ما يتوفى حد فاكر حد مامته قالت له حاجة قبل ما يتوفى فاكر حاجة يا مهر لا يعجش باباك ولا قال لك حاجة ولا سمير ما حصلش حد حصل معه حاجة على أموم الأباء بيعملوا كده وده تقليد حد لو في الكتاب المؤدس قبل ما يعقوب يروح السماء جمع عياله الاثناشر ويبتدي يديهم لكل واحد وصية وفي الوصية دي كان فيه المستقبل بتاعهم يعني بلهم كلمة تفتح لهم كمفتاح المستقبل في إيه فانتوا كمان حلو تسيبوا لعيالكم وصية مش حساب في البنك مش هينفع قوي لحساب سدقوني اللي هينفع كلمة حلوة على مستقبله تسيبها له كواصية في إيده فهي صعب يعمل كده حيسيبهم حيبول وحدهم من غيره فده موقف مش سهل عليهم فبيقول لهم إذا بتحبوني هتحفظوا وصيائي وأنا هديكم مؤيد كونسولاتير معزي يبقى في مثلس قدامنا مثلس لثلاث زوايا أو الوحدة بتحبوني إذا بتحبوني هتحفظوا وصيائي الزاوية الثانية الزاوية الثالثة هديكم الروح المؤيد المعزي عايزين نفهم المثلث ده بعد كده بتكلم على روح الحق عايزين نشوف النقاط دي سكنتم بتحبوني إيهي المحبة إيهو الحب صحيح شوية مشاعر حلوة تحسها نحو الآخر بالذي مش كله المحبة هي إنك توصل إنك فعمق قلبك بتاخد قرار إنك تحب فعشان كده مرتبط بالوصية إيهي الوصية الوصية عبارة عن موسى قد عشر وصاية الوصية ترجمة مش حلوة للكلمة عبري قد عشر كلمات قد عشر كلمات اللي هي العاشة الوصية فالمحبة إحنا ما نقدرش نحب إلا لما الآخر متجاوب معنا لكن لو الآخر مختلف تماما وضدي إزاي أقدر أحبه عشان كده محتاج للوصية ومحتاج للروح الوصية بتعلم قلبي إن أعمل سلوك أنا قررت أحب هذا الشخص وأغفر له هايل بس مش قادر فالوصية تيجي تقول لي يحبه أقول له مش قادر طرف المثلس الثالث الروح يعمل ما هو الروح المعزي البراغليتوس أريد أن نفهم يعني معزي أحبه rates نصي تصو يعزي من هو الوحده يا سو سيا للرئر تقول اسطيعون الروح ما هو طرف المغض في الوحدة أخط كبير أنا من الغراكم أنتم الوحدكم سيكون معكم لكن هذا الروح هو روح الحق هذا الروحي ما هو الحق؟ هو يسوع الحق والحقيقة والحياة أعطيكم روحي فالكونسولاتير هو الذي لا يصيبك لوحدك لكنه أيضا البركليتوس بجانبك يدفع عنك لا يصيبك لوحدك ولكن نفس الروح الذي هو روحي أنا فيك ليس فقط لا يصيبك لوحدك ولكنه أيضا سيدفع عنك بجانباتيوس باللاتيني يعني المحامي يدفع عنك ضد من؟ ضد الذي سيقوم لك أكوزي الذي سيتهمك المتهم بالعبري المتهم ساتان ساتان الشيطان بالعبري هو المتهم دايما يتهمك قدام الله يقول سفر الرؤية ويأتي ويقول لك كده شوف هذا العبري المتهم ليس ستغير أبدا الخطيئة تقول وتعترف وترجع لها تاني أنت ليس ستغير أبدا عندما تسمع هذه الكلمة تفهم الذي يكلمك هو المتهم ساتان الشيطان لأنه الذي يفعلك أكوزي هو الذي يتهمك قدام الله ويحبط منك ويقلل منك أنت عيوبك لن تتغير أنت لن تفالح أنت عمرك لن تفهم أنت ليا ستغير يتهمك أو يتهم الآخر بالنسبة لي كوزك أمره ما يتغير وخلص بقرامتي تبطه لماذا؟ ليس لأنه واحد يفعل شيئات غلطة لكي تصدقتي المتهم الذي يتهمه قدامك لأنه ليس سيتغير لكن روح القدس قادر يغير الشخص في وقت ما هو أريد فلن يبقى عندنا هذا عندما نحكم على حد ونتهمه نفهم أنه من الشيطان يقول أنه يؤدي لك المعزي الذي ليس سيسيبك لوحدك ولكن أيضا سيكون جنبك يدافع عنك وقت ما أنت متهم يقف يقف يحامي عنك ويقول لك كلام ليس صح الذي تسمعه هذا المتهم إنما أنا اسمي روح الحق ما هو روح الحق؟ ما هو الحق؟ ما هو الحق؟ الحق هو شخص هو يسوع يقول ما هو الحق باليوناني؟ عالة عند أسمي بقيت الحقيقة ما يشب Faster تقولوني لا имею لا عرف الخطيئة القبلي، النسيان هذا هو روح عدم النسيان النون قبلي النون قبلي كيف؟ أن ربنا يحبك هذا هو روح الذي يفكرك على طول أن ربنا يحبك في كل موقف وفعلاً، نحن نفعل خطيئة هل تعلم أنك تفعل خطيئة؟ عندما تشعر أنك ليس محبوبة وقتها تفعل خطيئة عندما تنسى الحقيقة تنسى أنك محبوب فتفعل الخطيئة لكي تحسس نفسك أنك محبوب على الأقل تفعل شيء وقتها تشعر أنك مرصد تحسس نفسك تحسس نفسك تحسس نفسك وبالتالي يسوع فاهم ما يحدث معنا لكي نحبه نحفظ وصيئة ما هي وصيته؟ نحن نحب الله بكل القلب بكل القوة وبكل النفس ونحب قريبنا مثل نفسنا هذا هو الوصيئة الوحيدة أحب بعضكم بعضنا كما أنا أحببكم هذا الوصيئة يسعب أن يذهب إلى السماء لكل واحد فينا لكنه أعرف أنه لا نستطيع فإن يستطيع فعلنا يسعب لنا الروح المعزي والباراكلتوس الذي لا يسعبك الوحدة يسعبك الوحدة وليس الوحدة كونسولي مع الوحدة والباراكلتوس الذي هو أدفوكاتوس الذي يحمي عنك ضد المتهم ترى الشخص الحلو الذي لا يريد أن يسعبنا كيف هو؟ ما هو روحه؟ روحه هو 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 شخصه تأخذ روح الحق روحي أنا روحي سوع هذه الحقيقة وعمره ما نسي أن الله يحبه دائماً محبوب من القلب كما أحبني القلب هكذا أنا أحببتكم ودائماً كان معه دائماً هو نفسه كونسولي متعزي لماذا؟ حتى في ألامه لأنه مع القاب ليس لوحده مع الروح القاب هذا الروح يسري بينه وبين القاب ليس لوحده ودائماً يدافع عنه قدام الشيطان ما هذا يا حبيبي؟ خبرة يسوع هي خبرتك لذلك نحن نحتاج لذلك عندما نأتينا الأداس نحتاج أن نأخذ يسوع فينا هذا الشخص في جسده في دمه عندما يمشي مع جسدنا يفعل ماذا؟ يعلم قلبنا كيف السلوك الخارجي يرد على القلب الذي قرر أنه يحب أنا نويت أسامح جوزي عندما يفعل هذا لكني لا أستطيع يفعل ماذا؟ يأتي يقول لك أنت نويت في قلبك؟ هذا يبقى نعمل الآن ستبدأ سلوك خارجي يعبر عن هذا الحب أنه يدع يجب أن تفعل شيء صغير يجب أن تقول مرسي تقول كلمة صغيرة يبقى دايرة مستمرة بين السلوك والحب في القلب تحب سلوكك سيقوى سلوكك سيبقى قوي حبك سيبقى أقوى وهكذا دايرة مستمرة فإذا ممكن الخروج من عدم المغفرة ممكن الخروج من رزيلة متحكمة فينا إزاي؟ ما تنسوش المثلث من يحبني يحفظ وصياي وأعطيه الروح القدس اللي هو روح الحق وما هو الحق ألا تنسى أنك محبوب هذا هو الحق دا لمن حقك أنك تعمل الخبرة أنك محبوب وأنك محبوبة وقت محدش قادر يحبك بسبب ضعفك وخطياتك ورزائلك محدش قادر يقرب منك بسبب رحتك بسبب سلوكك بسبب ما عرفش إيه محدش قادر يحبك وقتها كما أنت هذا الروح الحق هذا يسوع الذي النهاردة في المناولة جاء يسكن فيك لكي سلوكك الخارجي يبدأ يعبر نحو الأشخاص الذين تحطيتهم على جنب أنك تحبهم أمين؟ أمين؟ أمين 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 ذلك